بالدرسوص بتاعنا احنا خذنا دلوقتي وتعرفنا على اطورت وتعرفنا على الزهرة وتعرفنا على كوكب الأرض تعالوا نتعرف جديد بזה على كوكب المريخ تب هو اللون الي احنا شايفينو ده حقيقي كله بيسموه الكوكب الأحمر طب انت ليه بيسموك الكوكب الأحمر لاني التربة بتاعتي الارض بتاعتي بتتكون من اكسيد الحديد الحمراء بتتكون من اكسيد الحديد الحمراء من اكسيد الحديد الحمراء طب يا سيدي انت علشان تلفى حوالين الشمس بتاخد مدة قد ايه ستة سبعة تمانية ستة سبعة تمانية ستمية سبعة وتمانين يوم ستمية سبعة يوم. يبقى كوكب المريخ بنسميه الكوكب الاحمر. هنا بقى محتاجين نعمل كده حاجة مهمة قوي. لو نلاحظ ان المجموعة بتاعتنا عبارة عن تمانية. اربعة اصحاب قوي وبعد كده اربعة تانيين اصحاب قوي. شلة وشلة. عندنا عطارد الزهرة الارض المريخ دولة اسمهم المجموعة الداخلية. ودولة جروب مع بعض. ودولة الاقرب للشمس. ودولة بنلاقيهم انهما التربة بتاعتهم صخرية. شبه تكوين الارضة. فبنسميهم الكواكب الارضية. طبعا هما اقرب للشمس. فبياخدوا طاقة كبيرة من الشمس. فسرعتهم بطبقة اكبر. احجمهم اصغر. لكن المجموعة التانية. بنلاقي انهما اكبر في الحجم. بنلاقيهم انهما ابعد عن الشمس. وبالتالي طاقة اللي بياخدوها من الشمس اقل. لو تلاحظوا هنا انهما في هنا خمسة. مش زي ما انا ما قلت اربعة. لكن العلماء اجتمعوا مع بعض في الفين وستة وقالوا ان احنا مش هينفع ناخد كوكب بلوتو. ونحطه ضمن المجموعة الشمسية. احنا هنطلع بلوتو من المجموعة الشمسية. لانه مش شبه الكواكب دولة في المجموعة بتاعتهم. دولة بنسميهم المجموعة الخارجية اللي هما المشتري وزحر وورانوس وليبتون. هما الابعد عن الشمس. الطاقة بتاعتهم اقل. السرعة بتاعتهم ابطأ. مجموعات غازية. تعالوا بقى ناخد بيفصل ما بين المجموعة الداخلية. والمجموعة الخارجية حاجة اسمها حزام الكوايكبات. اسمه ايه حزام الكوايكبات. لو جينا نبص للصورة ديات هنلاقي ادي الشمس. وادي الاربع كواكب الداخليين. وادي الاربع كواكب الخارجيين. اديهم اهم. ومالقيه التوب اللي واقع فالارض ده حاجة شبه التوب كده. ايه لي في النص ده? ده اسمه حزام الكوايكبات. حزام الكوايكبات. طب هو حزام الكوايكبات دوت. عبارة عن ايه? حزام الكوايكبات دوت بيدم عدد كبير جدا 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 من الكواكب الصغيرة. صغيرة جدا. يبقى اللي انتو شايفينه دي كواكب اللي انتو شايفينها دي كواكب بس كواكب صغيرة جدا 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 يبقى حزام الكواكبات هو عدد كبير من الكواكبات الصغيرة بجبان على شكل حزام زي ما احنا ما بنلبس الحزام كده ولا ايه عامل مدور عامل زي الدايرة هو ده حزام الكواكبات من بعد كده هناخد اهلا اهلا حضرتك مين انا المشتري طب ايه انا اكبر واحد في المجموعة الشمسية انا حجمي كبير قوي طب يا سيدي بحجمك ده علشان تلف حوالين الشمس بتاخد مد قد ايه انا باخد اتناشر سنة باخد اتناشر سنة يعني كل سنة على الارض عندنا باتناشر سنة على كوكب المشتعل تعالوا نكمل بعدية كوكب زحل كوكب زحل كوكب زحل ده بصوا كده حواليه حاجات كده مدورة ما كناش بنشوفها عند البقيين الحلقات ده تسمح حلقات حلزونية الالوان بتاعتها احمر وبنفسج وازرق احمر وازرق وبنفسج الحلقات اللي بحواليه دي ممكن تكون جليدية من الجلد او تكون صخرية حجمه اكبر من الارض سبعمائة مرة حجمه اكبر من الارض سبعمائة مرة علشان يلفد لفة بتاعته الكاملة حوالين الشمس بيحتاج تسعة وعشرين سنة ونص يعني لما احنا يبقى عندنا تسعة وعشرين سنة ونص يبقى هم كده سنة واحدة عندهم يعني تعالوا ناخد البعضين مين البعضين ده كوكب المشتري اللي احنا شايفينه ده اكبر كوكب اللي هو كوكب المشتري ده كوكب زحل ده كوكب زحل والحلقات الحلزونية اللي حوالين ده كوكب اورانوس ده كوكب اورانوس لما بنشوفه كده في الصمان حيث ان هو عمل زي الكورة النعمة الجميلة ملاحظين حاجتين هنا في اللون بتاعه يباني انه فيه اغدر وفيه ازرق فهو فعلا بيتكون من اللونين دولات اغدر والاخدر بتاعه ميال الازرق وهو شبه جدا في تكوين طبعا كوكب المشتري وزحل لانه من المجموعة الخارجية وهو من كتر بعضه عن الشمس بياخد اتنين وتمانين سنة علشان يلف لفة كاملة حوالين الشمس اخر كوكب عندنا في المجموعة الشمسية اخر كوكب في المجموعة بتاعتنا بنسميه كوكب نبتون كوكب نبتون بيسمو الكوكب الازرق بيسمو الكوكب الازرق لانه بيبان في الصمة زى كده الماسة الزرق التي بتشاعده في الشمس زى السوري في الصمة فبنسميكوكب الازرق يبقى الكوكب اللازرق هو كوكب نبتون ودوت لي ميزة كبيرة ويقوي او فيه مميزة جدا فيه زى معطارد هو أقرب واحد ده أبعد واحد وزي معطارد أقرب واحد فأكتر واحد بيرتفع درجة الحرارة يبقى ده أبعد واحد يبقى بيتميز بالبرودة الشديدة لأنه بعيد عن الشمس بسبب بعده عن الشمس وبياخد 165 سنة علشان يشوف الشمس احنا كده خلصنا الدرس بتاعنا أتمنى لكم أنتم تراجعوا تحلوا تدريبات كتاب المدرسة شوفكم على خير